السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدنا باللقائكم في هذه الحلقة الجديدة إذن موضوعنا لهذه الحلقة سوف يكون عن التجارة الإلكترونية الرقمية بداية هذه الحلقة سوف تكون جد متقدمة لما لم يشاهد بعد الحلقة الأولى سوف يجد رابطها في صندوق الوصف يمكنه مشاهدته أولا وبعد ذلك يكمل معنا هذه الحلقة لأنها كما قلت سوف تكون فيها معلومات جد متقدمة المهم بعد أن نشرت هذه الحلقة في 28 من شهر أفريل سنة 2022 حققت هذه الحلقة 2820 مشاهدة وطبعا حققت عدد كبير جدا من البرتاج هناك الكثير من الأشخاص عملوا بهذه الاستراتيجية التي اشتركت معكم وحققت لهم مبيعات حقيقية مبيعات دخل جيد جدا محترم جدا لماذا؟ لأنه كما تعرفون كان هناك نوع من الاحتكار يعني ليس الكل كان يعرف الطريقة وكيف وإلى آخره فلذلك عندما شاركتها كانت في الوقت المناسب وطبعا حققت كما قلت نجاحا جيدا واستفاد الكثير من الأشخاص من هذا المجال أي هو التجارة الإلكترونية الرقمية فالمهم على أي حال في هذه الحلقة إن شاء الله سوف تكون كملخص لتجربة وهل فعلا هي جيدة أم لا؟ ما هم المشاكل والتحديات التي قد تواجه الشخص بالإضافة إلى مفاجأة سوف أتركوها لكم في نهاية الفيديو المهم سوف أقول لكم بعض السوريات التي كنت قد احتفظت بها التي توصلت بها بخصوص يعني الإيكوميرس ديجيتال إذن هنا كنت قد أعلنت هنا نشرت الفيديو ومباشرة بعدها بأربعة أيام أتتني هذه الرسائل يعني الكثير من الأشخاص يعني قاموا بالتجربة وقد يعني وجدوا صراحة ثالتهم يعني حققوا مبالغ محترمة جدا 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 ولكن أيضا هناك من واجهتهم بعض الصعوبات كل هذا سوف نراه في هذه الحلقة فكما قلت فتكون يعني حلقة إن شاء الله مفيدة جدا المهم كما تلاحظون مثلا هذا الشخص أو قام بعمل سبونسور على مستوى يعني قام بالاستثمار يعني عمل إعلان أو حملة ممولة على الأنستغرام وفعلا يعني حقق كما يقول أزيد من 500 عميل يعني صراحة يعني مجال يعني جيد جدا لكن كما قلت فيه تحديات وهذا هي يعني الحلقة سوف تأتي أو أتت لكي تجيب عن هذه التحديات أو هذه المشاكل إذن أول شيء من لم يسجل بعد في المنصة هذه أفضل منصة لأن هناك تواصل مع الكثير من الأشخاص في التعليقات وأخبروني بأنهم تعاملوا مع منصة شبيهة لمنصة إنوان بانل لكنهم تعرضوا للنصب فحذالي يعني للغاية أو حذالي جدا لأن هذه المنصة الوحيدة التي أثق بها والتي أشاركها معكم إنوان بانل فأنا يعني على ضمانتي يعني الأشخاص الذين يديرون هذه الشركة هم أشخاص محترمين جدا يتفاعلون بشكل تلقائي وآني مع رسائلكم بشكل فوري 24 على 24 سبعة أيام على سبعة أيام السيبورت الدعم الفني الخاص به موجود دائما ومحترمين جدا لشخصيا لم أجد معهم أي مشكل وجميع الأشخاص الذين أعرفهم تعاملوا معها لم يجدوا فيها أي مشكلة فبالتالي رابط التسجيل في صندوق الوصف المهم الذي كما تعرفون أن الخدمات هناك الكثير من الخدمات هناك خدمات الفيسبوك مثلا إضافة المشتركين هناك يعني خدمات أخرى مثل إضافة اللايكات إضافة الكومنتات إضافة مشاهدة ستوريات يعني هناك الكثير من الخدمات الخاصة بالفيسبوك فمثلا لو قمنا بالبحث هكذا عن فيسبوك ستلاحظون معي يوجد أولا فيسبوك فلاورز فريندز جروب مامبرز لدينا مثلا إذا أردتم مثلا فلاورز للحسابات الشخصية وأيضا فيسبوك بيج لايكس فيسبوك بيج أيضا نفس الشيء لكن هذه هي تارجد يعني سوف أشارككم معكم مجموعة من التفاصيل أيضا فيسبوك بوست لايك فيسبوك بيج أو بوست لايك تارجد إلى آخرهي فيسبوك بوست كومنت يعني هناك الكثير من الخدمات خاصة بالفيسبوك بالنسبة ليوتيوب نفس الشيء هناك مثلا في الخدمات اليوتيوب هناك مثلا سابسكرايبز هناك مثلا فيوز هناك مثلا هناك مثلا هناك مثلا لايك and dislike يوتيوب كومنت لايف ستريم وأيضا يوتيوب سوشل شير يعني هناك الكثير من الخدمات خاصة باليوتيوب طبعا اليوتيوب بينكم يعني الخدمة التي تشتغل فيه بشكل جيد هي خدمة الأربعة ألاف ساعة يعني الواتش تايم وأيضا خدمة سابسكرايبز أما بقية الخدمات فهي ميتة ومقتولة في اليوتيوب ننتقل إلى خدمات التي عليها إقبال كبير جدا وهي خدمات الأنستغرام ففي الأنستغرام لدينا الفلاوورز هذه أول شيء لدينا لايك لدينا مثلا أيضا لدينا الكومنت لكن لا تشتغل هذه النهاية أيضا انستغرام ريل أيضا لا تشتغل انستغرام موشيونز لا تشتغل كذلك انستغرام لايف أيضا لا تشتغل انستغرام لايك أيضا لا تشتغل إذن ما يشتغل في الانستغرام هما الفلاوورز بالدرجة الأولى يعني اهتموا بمسألة الفلاوورز المهم أنكم سوف أشاركم معكم كل هذه التفاصيل إذا نبدأ بأول تحدي يواجه الناس أو الذين يعملون في هذا المجال التحدي الذي يواجه الذين يعملون في هذا المجال هو نقص عدد المشتركين بمعنى يأتيك أحدهم يطلب منك مثلاً أن تزوده بألف دولار عفواً بألف فالوورز عفواً فيعطيك المال مثلاً أنت تتفق معه مثلاً على خمسة دولارات يعطيك المال أنت تبدأ بالعمل تزود له مثلاً ألف فالوورز لكن بعد مرور زمن معين مثلاً ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو يوماً يبدأ العدد بالنقصان فيأتي إليك ويسألك لماذا العدد نقص؟ أنا اتفقت معك على ألف والآن أصبح عندي فقط 700 فهنا المشكلة يأتي من الجودة فبالتالي هناك قسم مهم جداً وهو ديسكريبشن قوموا بقراءته بعناية وترجمته إن كنتم لا تتقنون لغة إنجليزية هذا مهم جداً أعطيكم مثال مثلاً أنا سوف أبحث عن انستاغرام فولوور أو فولوورز أولاً سوف تلاحظون معي أن هناك أولاً نوريفلي وهناك غارنتد وهناك تارجد وهناك فقط يعني ثلاثة أنواع يعني نوريفلي غارنتي وتارجد نبدأ بالنوع الأول النوع الأول نوريفلي أنه يمكن العدد أن ينقص ليس هناك ضمانة يعني أنت عندما تقوم كذا باختيار مثلاً نوريفلي وتتفق مع الشخص ويريد مثلاً ألف يريد ألف أنت تقول له مثلاً الألف مثلاً بدولار واحد طبعاً أنت سوف تشتريه بثمان بخص بصفر فصيلة صفر سبعة وسبعون يعني ثمان بخص جداً يعني أقل من يعني يعني الربح عندك أكثر من تسعون بالمئة ربح إذا بعت له بواحد دولار للألف لكن المفاجأة أن العدد سوف ينقص لماذا؟ لأن ليس هناك اقرأوا هنا غارنتي ليس هناك ضمانة نو غارنتي نو ستابل ليس ثابت قد ينقص بالسبعون في المئة ناقص سبعون في المئة تعرفون ما معنا ناقص سبعون في المئة يعني إذا زودت له مثلاً ألف سوف ينقص ويصبح عنده فقط 20 أو 30 إذن هذه المشكلة فبالتالي أنت في إعلانك سوف تخبرهم إذا أردتم فلاورز بجودة عالية فالتمن سوف يرتفع بطريقة أوتوماتيكية إذا أردتم فلاورز بجودة ضعيفة فسوف تبيع لهم بتمانين قليل جداً هنا لو بعت لهم فقط بسفر فصيلة خمسة دولار فأنت رابح تقريباً أكثر من 60% يعني رابح صافي فبالتالي أنت تطلب من الزابون تخبره منذ البداية لأن مسألة الثقة في أي تجارة مهما كانت ليس فقط تجارة الإلكترونية الرقمية في أي تجارة في أي نوع من التجارة لا بد من التقو من الوضوح من الصفاء لا بد أمر ضروري ومطلوب يعني أن تتفق معه منذ البداية وتقول له إذا أردت أن تشتري مشتركين بثمانين بخص فهناك احتمال أن ينقصك فإذا أردت يعني مشتركين بثمانين يعني بجودة عالية فتقول له مثلاً انظروا معي الآن قمنا باختيار يعني التي بجودة عالية مثلاً نعم مثلاً نقوم باختيار على سبيل المثال انستغرام فولوورز انستغرام ريل يعني حقيقية فمثلاً لنقوم باختيار مثلاً هذا النوع انستغرام فولوورز ريل سورس ايو اس ابس بولد اكونت هذه جيدة فمثلاً هنا قمنا باختيار مثلاً هذه بجودة عالية أقرأوا معي دائماً أرجعوا إلى ديسكريبشن ستارت متى تبدع سبيد كم سوف يستطيعوا يزودوا لك في الساعة يعني هنا يستطيعون أن يزودون مئة ألف في الساعة كواليتي يعني الجودة ريل حقيقية غارنتد لايف تايم غارنتي يعني الضمان إلى الأبد دروب هل يقومون ب هل ينقص لا ينقصون نو إذن هنا كما ترى سوف يعني أنت سوف تدفع تقريباً إذن سوف تدفع 0.48 نقول مثلاً 0.50 دولار أنت سوف تدفع يعني نصف دولار فبالتالي إذا بيت له الخدمة بواحد دولار سوف تربح أنت نصف دولار بمعنى أن الربح عندك 50% يعني لا مجال للمقارنة نهائياً لا مجال للمقارنة فبالتالي أنت تربح صحيح أنك تربح قليل تربح فقط نصف دولار لكن بالمقابل ضمنت يعني كليان أو زبون وضمنت الجودة وبينك وبين نفسك مرتاح لأنك تعرف ما الذي بيت له أنت بيت له شيء quality real guarantee lifetime على ضمان الموقع طبعاً إذا وقع السوء تفاهم أو إذا لم إذا قام أو إذا تلك الفولوورز يعني قامت بحد في نفسها تقوم بالتواصل مع موقع وحتما سوف تجدون لك الحل لأنهم كما قلت دعم الفني الخاص بهم جيد جداً الآن المفاجأة المفاجأة أنني قمت بإعداد لكم هذا البانر طبعاً هذا البانر بمعنى أنه قابل للتعديل أي كلمة هنا أو أي عبارة أو أي صورة يمكنكم التعديل عليها مئة بالمئة مثلاً عندما تضغطون العرابط وتقومون بالدخول إليه هنا في المتابعين الانستغرام يمكنكم تغييرها وكتابة مثلاً مشتركين اليوتيوب وتضيفون هنا الأتمينة التي تريدون طرق الدفع مثلاً أنتم ليس عندكم البنك الشعبي تقومون بالضغط عليها كذا وحد فيه تقومون من هنا بحد فيه وتتركون فقط الطرق الدفع المتوفرة عندكم طبعاً هنا الرقم تقومون بالضغط عليها دوبلكليك وتقومون بكتابة رقم هاتفكم نفس الشيء بالنسبة لصفحة الفيسبوك الخاصة بكم دوبلكليك وتقومون بكتاب إضافة هنا اسم صفحتكم على الفيسبوك النقطة المهمة التي أريد أن أركز عنها في الجزئية الثانية وهي لا بد أن تكون عندكم صفحة في الفيسبوك خاصة بالخدمات قوموا بإنشاء صفحة ضعوا لها عنوان يكون خاص بكم يعني ليس موجود في الميديا أو في الفيسبوك وهكذا يعني لكي تعززوا يعني ثقة الزبون فيكم يعني عندما يدخل الزبون ويرى صفحتكم وردود الأفعال وكذا حتما سوف يعني المنهجة الثانية التي أريد أن أشارك معكم وهي عن طريق استهداف الصفحات سواء على الفيسبوك أو على الأنستغرام وخاصة على الأنستغرام عندما قوموا فقط بكتابة مثلا جيم هكذا مثلا جيم أنا أعطيكم فقط مثال أنتم قوموا بكتابة أي نيتش تريدون إذن الأنترنت عندي ضعيفة نوع المهم أنتم قوموا بكتابة جيم وعندما يعني عندما تجدون يعني الأنستغرام الخاص بشخص ما يعمل في مجال الجيم مثلا يعني يعني تشاهدون يعني الصور الخاصة بهذا المجال إلى أخير في حسابه وتجدون أن عنده مثلا فقط 10 ألاف 5 ألاف 7 ألاف فوروورز أو مثلا 20 فوروورز أو كذا تقومون بالتواصل معه بطريقة احترافية تقولون مرحبا سيدي كيف الحال كذا كذا نحن نقدم خدمة كذا وكذا مثلا نحن نقدم خدمة تنمية مشروعك على يعني الأنستغرام بثمانين منافس جدا تعطونهم يعني رابط صفحتكم على الفيسبوك لكي يدخل ويرى منشوراتكم وكذا المهم يعني كأن عندكم براند صغيرة هذا ولد هذه الفكرة يعني كأن كنت تنشئون براند صغيرة لا تعملوا بشكل أشوائي ولا تعملوا بالبروفايل العادل خاص بكم أبدا قوموا بالآمل قوموا بوضع صفحة وكذا وتعاملوا بشكل احترافي تواصلوا معهم كما قلت ويعني حتما سوف يريدون عندما يثيقون المشكلة أنهم لا يثيقون لكن عندما يثيقون حتما سوف يريدون طبعا تعطونهم التفاصيل تقولون لهم مثلا أن الفروورز بالجودة الضعيفة بثمان كذا بالجودة المتوسطة بثمان كذا الجودة العالية بثمان كذا وتخبرونهم الفروقات مثلا تقولون أن الجودة العادية أو الضعيفة ممكن أن العدد ينقص وأن الجودة العالية فهي مضمونة 100% إلى آخره من التفاصيل يعني تتعملوا بشكل احترافي وتقدمون السيرفيس خاص بكم وحتما سوف تلتقطون يعني زبائن هنا وهناك النقطة الأخرى التي أريد أن أتحدث عنها وهي مسألة العمل إعلان تعرفون أن في الفيسبوك وأيضا في الإنستغرام لأنهما شركة واحدة طبيعة الميتا طبعا ممنوع الترويج لل البروداكت ديجيطال تعرفون هذا فبالتالي إذا وضعتم بلاغ صريح مثلا بيع مشتركين الانستغرام في الفيسبوك سوف يرفض منشوركم وسوف يحذف صفحتكم وسوف يغلق يعني الاتس مناجر الخاص بكم إذن ما العمل العمل أنكم تتلعامون بالكلمات عوض أن تقول مثلا بيع خدام مثلا تقولون مثلا عوض أن تكتبوا زيادة المشتركين في حسابك قل قم بكتابة مثلا تنمية نشاطك على مواقع التواصل الاجتماعي نفس المعنى ولكن الفكرة هي الفكرة واحدة لكن بطريقة مختلفة وطبعا عندما يأتي الشخص المهتم أو يخبرك أو يرسل لك الرسالة يقول لك ما الذي تقصد أو ما الذي تعنيه أو ما الخدمة التي تقدم هنا في التعليقات أو في نعم في التعليقات أو في رسالة خاصة ويخبره بأنك تملك خدمة زيادة المتابعين وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي لا يوجد مشكل في التعليقات ولا يوجد مشكل في المساجات الخاصة فقط يوجد مشكل في المنشور في البوست وأيضا هناك خطة أخرى يمكنكم عدم كتابة أشياء كثيرة في البوست وكتابة عبارة زيادة المتابعين في المنشور في الصورة عفوا في الصورة غالبا أو نادلا ما تقوم خوارزميات فيسبوك بعمل للكتابة الموجودة على الصور فتجد هذه الثقرة أو هذه الهفوة وفي النهاية أريد أن أؤكد على مسألة مهمة جدا من أراد العمل فهذه فرصة ذهبية صراحة هناك الكثير من الأشخاص أعرفهم يرسلون لي على الانستغرام رسائل شكر وتحفيز لأنهم قاموا بجني أرباح من خلال تقديم هذه الخدمات وكما قلت لكم هناك مجموعة من التحديات أنتم يعني هدفكم أو يعني التحدي الذي يواجهكم هو التغلب على هذه التحديات لأن هذه التحديات في الحقيقة هي في صالحكم ليست لدكم لماذا؟ لأن لو كان الأمر سهل لو وجدت الجميع بيها هذه الخدمات لكن لأن الأمر صعب نوعا ما أو نسبيا فلهذا يعني ليس الكل يعني بيها هذه الخدمات فبالتالي أنتم اغتنموا الفرصة وقوموا ب قوموا يعني يعني بالترويج لمن توجدتكم وتحقيق أرباح حقيقية شكرا لكم على المشاهدة أتمنى لكم التوفيق إذا كانت عندكم أسئلة اكتبوا لي في التعليقات إلى اللقاء